نتحول مشاهدين إلى المجموعة الرابعة حيث ودع المنتخب التونسي مونديال قطر على الرغم من فوزه على بطل العالم منتخب فرنسا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة وهب الخزري سجل هدف منتخب بلده الوحيد في الدقيقة الثامنة والخمسين لكن ذلك لم يكن كافيا لنصور قرطاج بعد فوز أستراليا على الدنمارك بهدف نظيف في اللقاء الآخر من المجموعة ذاتها عندك تشكيلة اللي نزلت اليوم لو نزلت ثنين متشوات اللي فاتوا يعني كنا ربحينهم مش مهم الترشح لعبنا ضد فرنسا وربحنا تنيزي الحمد لله فوزنا على المنتخب التونسي على المنتخب الفرنسي المهم دخل روحوا روحوا متصرين على الأقل برابعة فوزنا على البطل العالم هذا الشي فرح وليس يحزن في نفس الوقت لأسف فرحونا ما ترشح ليش هذيك أمل لكن الحمد لله خرجنا فرحانين انتصار وربح عنده طعم أمل لكن الأحسن هو الانتصار ونترشحه مش مشكلة أحلى ديمة وراءة تونس ونشجعه ديمة تونس ومن شاء الله الجاي خير كاس العالم الجاي شاء الله كابتن هاني يعني كنت قولي توجيه سؤال الكابت المنتصر ولكن يعني رأيته أنه يبدو في شكل كثير من الكلام أنا زعلان أنا زعلان على العكس كل الناس آه مبسوطة وآه كسبنا فرنسا وكسبنا بطل العالم بس أنا زعلان لأن المنتخب التونسي قد قادر جدا الوصول لدور الست عشر حسابات المجموعة كانت وده اللي بنتكلم عليه ثقافة حتى اللاعب المصري ثقافة المدرب المصري الآسف العربي الثقافة دي لازم تضير يعني الثقافة دي للأسف احنا متعلمينها واحنا صغيرين ان احنا دايما فيه فوارق كبيرة جدا ما بيننا وما بين الأوروبيين صدقني الفوارق دي احنا اللي بنصنحها احنا لو قادرين ان احنا نشتغل بشكل أفضل لو قادرين اننا عندنا طموح ونشتغل بشكل أفضل الفوارق دي هتقل بشكل كبير ولكن ما يحزني انه هو المنتخب المنتخب التونسي اه فاز على بطل العالم حلو ده جميل جدا ولكن انا بالنسبة لك عربي كنت اتمنى وجود المنتخب التونسي في دور الست عشر نعم انهي اهم وجود المنتخب التونسي في دور الست عشر بالتأكيد واللي لقى وجوده في دور التمانية واللي لقى الكورة فيها لا انا احسن في فرنسا بس اكون في دور الست عشر صحيح اه طبعا الناس مبسوطة والناس لكن الناس اللي فاهمين كورة كويس والناس اللي بتحب الكورة بشكل معين لا زعلانين شفنا وشوش المنتخب التونسي هو خارج زعلان على رغم فوزه على منتخب بطل العالم لكن خرج من البطولة وبالتالي كنت اتمنى طبعا كلنا كنا نتمنى وكان المنتخب التونسي قادر قبل البطولة كنا نتكلم يعني كان فيه بوست كده واحد صاحبي منزله حسابات المنتخب التونسي يقولك اتغلب من فرنسا وتعادل مع وربح استراليا وربح استراليا واسترنا نتائج التانية ويمكن دي حسابات حسابات قد تكون في زهن حتى اللاعبين بعد الأداء الجيد أمام الدنمارك هبوط حد جدا على مستوى التركيز أمام فريق استراليا اللي كان في اعتقادي نقطة واحدة أمام استراليا كان ممكن جدا المنتخب التونسي يكون موجود في دور 16 كابت الموتصر لن أزل لك الكلمة فرحة الانتصار صحيح يعني تفوز على منتخبة العالم فرنسا ولو نلعب بالفريق الثاني لكن انتصار تحب ولا تكره انتصار في كأس العالم لكن اليوم كي نرجع أنا فما حصر يعني كانت نقطة مع استراليا نقطة تخلي منتخب تونس في الدور الثاني دور الثاني حاجة أخر يعني صحيح فرحة الانتصار كانت كفما ترشع يكون فرحة أكبر وأكبر يعني النقطة كنا نتعادل مع استراليا يعني ضيعنا متش استراليا عمنا مقابلة طيبة مع الدنمارك اليوم كيف كيف واليوم أنا اللي شدني معناها اللي الاستنتاج كونه منتخب تونسي فيه إمكانيات يعني وقت المدرب يعمل ستة تغييرات ستة تغييرات صحيحة بشي دخل دم جديد خدر بعد وزم مقابلات شوفت منتخب سودي شنو اللي صار دخل دم جديد نادر الغندري كشري دا علي معلول بن سليمير مقابلات الفارطة من رمضان بالرمضان ووهبي الخزري نعم دخل بديل نعم ستة تغييرات يعني كنت عم ستة تغييرات وتشوف الفريق يؤذر بالشكل هذا وتشوف الحتياتين اش عندك يعني المجموعة طيبة مجموعة طيبة وهذه المجموعة هذه كنا نجم وندخلوا بها دور ثمنتاش أنا والله فرحة وفرنسا وربحنا لكن نتحصر كنا نكونوا في الدور كون تاريخي صحيح الانتصار تاريخي لكن كان يكون تاريخي خاصة بهذا السيناريو يعني بالضبط السيناريو يعني مشابه للسعودية الأمام بولندا في المباراة الثانية يعني كان كما قال كابتن كان قبل كأس العالم نعم نقول لك ما أنسى فرنسا والدنماري جيب لي تعادل صح مع أستراليا ترقى راح في الدور الثاني نعمل حساباتك أن تكسب ثلاث نقطة تأستراليا قلت لك جيب لي نقطة صحيح نعم تونسي قلت لك لا نقطة مع أستراليا نجيبها نحب نغزره أبعد يعني يجب أن يكون تقييم موضوعي فما حاجات إيجابية كثير نجمونا بنيو عليها فما مجموعة مزيدة بيش تتواصل وإن شاء الله المنتخب هذا يكون حاضر في السحق غد جاء كأس إفريقيا وإن شاء الله كأس العالم الجاء طبعا آسف أني حاول جيكوا رد فعل الجمهور التونسي في تونس اللي كانوا فرحانين على عكس ما أنتوا كباتين أنا عاجة على بعد ما أشوفها فرحان على منتصار لكن حبيت أكثر حبيت أكثر